السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صار رضا البيومي من قناة انجليز اولاين واهلا بكم حبيبي الطال الصف الثاني الاعداد. في فيديو النهاردة بازن الله هحل معاكم تمارين كتاب جيم نسخة عام الفين اربعة وعشرين نسخة جديدة اللي هتلاقي معك بالزبط. وهنحل النهاردة الاسئلة خاصة بالدرس الاول والتاني من ودي موجودة عن صفح التلاتة عشر. ويلا كده يا بطل تركز معي عشان تطلع مستفيد جدا من فيديو النهاردة. حتى لو انت مش معك كتاب جيم هتستفيد برضو من فيديو النهاردة. اول سؤال كده معنا وقابل ما نحله باكد بس عليك ضروري. اوعى تنسى لو استفدت من فيديو النهاردة تعبنا باللايك وتعليق واشتراك في قناتنا تبعي لزر الجرس. كمان اعملنا الشارك كده كده كتير قوي على الجروبات التعليمية على البيس بوك. انا طبعا الانجليز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن مادة والمادة يعني يعني سبجكت. يبقى مادية مفضلة للانجليزي. بستخدمها للعرض. هل تود؟ هل تود ايه؟ يبقى او هل تود ان ترسل اصدقائك في وقت فراك يبقى بتيجي اسمها او يعني يرسل اصدقائه او اصدقائه. بعد كده بقولي يعني الولد ده ليس لديه غرفة ما عندوش قوضة. لكنه يقدر يتشارك الغرفة معي. وبالتالي يتشارك وتقسم يعني شيع. وبيجي معاشر مين? يجي بعدها اسم الحاجة وبعدين with. I my homework and read my books on ده سوفا. وبقرأ الكتب بتاعك على السوفا على الكنبة. وبالتالي ايه? اللي بيجي مع مع هامورت هو do. بعمل واجه. بعد كده بقولي يعني بتستغرق مني او بتاخد مني كده عشرين دقيقة. وبعد كده كلمة يعني العمل. لو خدت بالك هنا ووضحناها قبل كده قلنا ان كلمة بمعنى استغرق بيجي بعدها المدة. المدة لزادة كده. وبعد كده والمصدر. طيب. هنا كلمة ما ينفعش جماعة لانه محتاجة لات. محتاجة لتو. دي معنى استاكز ده احنا هنستبعدها خالص. يبقى اللي تنفع هنا بمعنى يصل الى هي. او بعد كده ازان يعني مذكرة او مفكرة عبر انترنت يبقى دي المدونة الالكترونية اللي هو تعريف لكلمة بلوغ. وده تعريف مهمة او. بلوغ. بريك. من غير حتى ما كان من عارفين ان كلمة بريك يعني فسحة وراحة بيجاب لها حرف الجر. ات. ات بريك يعني في الفسحة. بتعملي ايه? بتناول بعض السندوتيات وبتكلم مع صحابي. يعني بقول لي ان القراءة هي اهم ايه واشهر ايه? that people can enjoy a lot. اللي الناس بتستمتع بها كثيرا يبقى القراءة دي هواية. وهواية يعني بطل يعني هوبي. how do you like to? يعني كيف تحب بايه وبعد كده your time in the holidays في الاجازات. لو خدت بلك هنا كلمة time بيجي معها ايه الفعل ايه? او بيجي معها الفعل spend بمعنى يقضي. از كيف تحب ان تقضي ايه وقتك في الاجازات. ماي هذا يعني ماي لديها يبقى لديها اهتمام كبير او عظيم في الايه? في الموسيقى او بالموسيقى. واهتمام يعني ايه اللي عندنا في الكلمات اسمها لكن لي معناها ممتع وشيط لي معناها ايه? اه 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 مهتم بيه وبك بعدها يعني اهتمامات. تبليل يا مستر انت خدت المفرد اهتمام واحد اقول لك عشان هو جاب هنا ايه? اه. والا بتيجي مع الحاجة المفرد. خلاص? يبقى تاخد بالك عشان ما تلغبطش ما بين دي ودي. يعني انا دايما دايما جات. جات بيجي بعدها حروف جر كتير. سواء جات تو او جات اب. وبعد كده ساعة ستة ونصف الصباح. يبقى هو مش عاوزها يصل الى. ده عاوزها يستيقظ. يبقى جات ايه? نشوف كده الصفحة اللي بعدها ودي بيج اه فورتين صفحة اربعتاشر. واللي هنا يعني داي مهم لالوظيفة الجديدة يبقى هو عنده ايه? عنده حاجة اسمها مقابلة عشان يحصل على وظيفة جديدة. يعني ماذا تفعل ايه? اه. اه. ماذا تفعل في وقت فراغك اللي هي فين? بالضبط كده اللي هي free time. ماذا تفعل في وقت فراغك? do you? بعد كده hot or cold drinks. يبقى تحب اعاوز يقولك هنا بتفضل هل تفضل للمشروبات السخنة ولا المشروبات البردة? يبقى بالتالي هنا يفضل يعني ايه? يعني بريفير. I always get up at six clock. بسحى دايما الساعة ستة. بعد كده بقولك I have my breakfast. بتناول فطاري. and I got school بذهب للمدرسة. this is my day. ده بقى بالنسبة لايه? ده كده روتين. نظام يوم. ده بحكي لك هوات ان هو بيصحى وبيفتر وبيروح مدرسة وبعداء الروتين بتاعه. come and sit on this. يعني تعالى واجلس على ايه? على هذه. for people can sit on it. اربع اشخاص بيقدر يعود عليها. يبقى ده تعريف لايه? السوفا بالضبط جدا. والسوفا يعني بطل يعني ايوه معناها الكنبة او الاريكة. I go to my room and play computer games. يعني بذهب لغرفتي وبالعب العاب لايه? الكمبيوتر. it's really. يعني انه حقا ايه? لحاجة ممتعة مش كده بتدخل قطك وتلعب العاب يبقى ده حاجة ايه? فن. every day my father buys 14 laws of. يعني كل يوم والدي بيشتري اربعتاشر غيف من. from the bakers من المخبز. يبقى بيشتري اربعتاشر غيف خمس. bread. I bought two t-shirts of. يعني انا اشتريت اه اه تشرتين كده وبعد كده هنا بديني colors الوان. one of them is white واحد منهم ابيض and the other is blue والتاني ايه ازرق. يبقى دي الوان مختلفة مش كده ومختلف يعني ايه? يعني different. يبقى اشتريت اه تشرتين بالوان مختلفة. بعد كده هنا بيقول لي يعني انا عادة بشوف محلات عديدة. بعد كده عاوز اقول في طريق المدرسة وفي طريق يعني 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 امي او الام مرهقة ومتعبة جدا اليوم. بعد كده بقول I will help her. بعد كده dinner. يبقى انا اساعدها في صنع وتجيز العشاء. وبالتالي بس اذا make dinner. my father usually. يعني والدي usually بعد كده اه اه home early to catch the first train. عشان يلحق بالقطار الاول. يبقى معنى كده بيغادر البيت ايه? بدري. ويغادر يعني ايه? او يترك يعني leaves. عشان يلحق القطر الاولين. بعد كده. I sometimes انا احيانا chess in the evening. ايه اللي بيجي معاة chess? الشطران ايجوه بيجي معها الفعل play. بلعب شطران احيانا في المساء. كده احنا حلينا الاسئلة الخاصة بالكلمات. هنحل دلوقتي بقى الاسئلة اللي على دروس او درس الجرامر. هنحل بقى دلوقتي الاسئلة اللي موجودة معنا في فيج ايتين. حاج كده صفح التمنتاشر يلا عشان نحل الاسئلة الخاصة بالشرح. نومر ون. وبأكد عليه ضروري لو لسه بتتبعنا حد دلوقتي من الفيديو. ادعمنا باللايك والتعليق والاشتراك في قناتنا تفعيل زر جرس ضروري الكلام ده. وعملنا نشر كمان لايه اه اسم قناتنا على الجروبات التعليمية. والهي وبعد كده يبقى هو طبعا احنا بنكلم على المدارع البسيط بالمناسبة. وتكوين الايه السؤال? يبقى هو بقى ايه? هو بيجي معاه الفعل اللي في ايه? الفعل في ايه اس او اس او اي اس. يبقى هو بيزر المدرسة كل يوم. فاكرين طبعا كلمات الدل على المدارع البسيط كان من ضمنها سامير بلايز فوتبول خدت بالك هنا ان الفعل في ايه بطل في اس. يبقى لا ينفع على ولا ولا حتى كمان اللي بيجي معاه الفعل في اي ان جي ده. يبقى بالتالي هي اللي انفع عن في بها الجملة. بيجي بعدها الفعل في اس عادي. يبقى هو ما بيلعبش ابدا في كرة قدم في الشارع. شايف انت او اه مع ام و از و ار قلت لك بيجي بعدها شوية حاجة كده. بيجي معاه الاسم. الصفة. حرف الجر والمكان. الفعل اللي في ال اي ان جي. والتالي استخدم هنا ايه? لافن. يبقى بقول لك ايه? why are you لافن? تبتضحك ليه? بعد كده هنا بقوله ايه? do you play tennis? مرتين في الاسبوع. و مرتين و مرة والكلام ده اللي هي once or twice or three times. دي كلها اجابات لكلمة how often. معناه كم مرة. بعد كده هنا بقول you go to the museum last week. يبقى هنا خدت بالك من مين? اه عندي فعل او يا مصدر في المصدر والمصدر لا يجي معاه خالص لا ار ولا وير. بيجي معهم دول الفعل في اي ان جي. يبقى يا دو يا دد. ويلاقينا هنا كمان مصد يبقى دد. انا بعرفك وي بفسر لك الاجابة. او حل السؤال عشان تبقى فاهم اصلا السؤالة حل كده ازاي? اه في يوم السابت اي او جوري. انا عادته. بعد كده time with my cousins. يبقى خدت بالك كده ان احنا عندنا كلمة من كلمات المضارع البسيط. يا مصدر يا علي اس. ومع اي يبقى اخد الفعل اللي في المصدر. تايم بقى اضواتي مع ولاد عمي. ماريم دازن. ودازنت بيجي بعادها المصدر بتاع الفعل. والفعل في المصدر يعني اللي مش عليه اي ضفة خالص. يبقى ماريم ما بتلعبش بباسكبول واو بشكل كويس. الي وجاب هنا ايتس فش. it doesn't like it at all. ما بيحبوش على الاطلاق. وي الفعل هنا في اس. يبقى مقدرش انفي لاب دونت ولاب دازن. وبالتالي هنا انا هاختار يا اما نيفر يا اما اولويز. عشان دول اللي ينفعك بعدهم ازا. هنا بقى بقول لك ما بيحبوش خالص. يبقى بتالي ايه? never. there وبعد كده holiday on fridays. خلي بالك كده من كلمة ايه? holiday اللي هي معنى اجازة. واجازة دي بتمثل ايه? بتمثل اسم. مش كده? يعني ما هيش فعله ولا حاجة. طيب ايه الاسم احنا اتفقنا ان اللي بيجي معاه الاسم ده هو verb to be. am is are. مش كده? يبقى انا هركز على اللي فيها ايه? اللي فها is. وشيل اللي فيها ايه? اللي فيها does we do. دول هنستبعده وقابس. تعالى بقى لمكان زرف التكرار بالنسبة لverb to be. بيجي بعد ام واس وار. بعد او بعد ام واس وار يبدأ لاختار الصحة. وده كل ده وضحوه لك في شرح او في الفيديو بتاع الشرح. السؤال التاني معنا سؤال التصحيل الخطأ وهنا بقول لي وان وبعد كده do he arrive? لا ده مع هي المفروض استخدم مين يا باطل? استخدم يبقى متى هو يصل? في ايام الجمعة وبعد كده. انها اجازة. يبقى احنا ما بنصحاش بدري. ولما تلاقي نقط موجودة اعرف ان هو عزك تنفي. تنفي بقى كده. يبقى هنا هنفي باي? هنفي. جات. احنا لا نستيقظ مبكرا. طيبعا. شي زيها زي الجملة اللي فوق كده احنا قلنا مع هي بقى استخدم حاجة الفائز مش كده. يبقى هنا برضو الشيات يبقى ايه? يبقى كل يوم هي بتمشي. برضو بيجي بعدها قلنا ساعة ما اخدناها في الشرح يا اما ومع يبقى استخدم دو. يبقى كم مرة? do you do a sport بتمارس فيها رياضة? the sun never. الشمس ابدا بعد كده rise at night. وكده ابتلك rise هنا بمعنى اه تشفق. عاملة زي كلمة ايه? goes up. فبالتالي هنا مع الصن المفرد دي لازم نقولها rises. طيب بعد كده هاو وي جاب هنا بي يعني اصدقى بقى ربيتو بي اما وازا وار. بس هنا في الماضي يبقى هلاقي واز. ليه مش هتبقى? هقول لك عشان ده اسم مفرد. ماشي? واحد على فكرة ممكن يستعجي يقول لك ايه? ده في يسر دي بقى استخدم مين? هقول لك لا يا بطل. هنا هنا ده اسم حاجة. والاسم قلت بيجي معاه وهنا هيكون فين? في الماضي. يا واز يا وير ويور دي مفرد يبقى واز. في الصفحة اللي اصدقى على طول اللي هي بيج ناينتين. تعاكده يلا نشوف نومبر ون. وسام دازن. انجيزة. بعد دازنت وبعد دونت بس ادام بصغر الفعل يبقى ما بيعشي يبقى ليه. ما بيعشي في انجيزة. الاطفال دايما. الله تفوت. كثير من المية يبقى دي دايما. يبقى دي عادة. الاطفال دايما بيشربوا كتير من المية. يبقى داها استعدام فيها مضرع بسيط. واستعدام درينك. ليه مش درينكس. اولاك عشان تشيلدرن اسم جمع. يبقى مزر. بعد كده هنا جاي بلايت. خدت بالك من بلايت وكليفر اللي اتنين دول ايه صفات. مؤدب وزكي. يبقى الصفة بيجي معها بيرب تو بي ام او از او ار. يبقى استبعد مين? استبعد اللي فيها. انا هركز على الفائز. وارجع شو بها زرف التكرار قلنا بيجي بعد بعد ام واز وار. وبيجي قبل الفعل الاساسي. داز هي لسه اي داز او داز انت حتى كانوا بيجي بعدها المصدر. يبقى استعدام هنا الليسن. وقول داز هي الليسن في بعض الناس يقول لك ايه هنا هي وهي بتاخد الفعل اللي في اس الكلام ده بطل في الجملة المثبتة بس. لكن في الجملة المنفية وفي السؤال انا باستخدم المصدر. نجي بعد كده هنا بقول لي فيه نوبر فايف بقول هنا اه دو يو دو ان يور فري تايم. فوقت الفراغ. يبقى انا عاوز اقول لك ماذا تفعل فوقت الفراغك يبقى استخدم ماذا? اللي هي مرة في الاسبوع. مرة في الاسبوع مرتين وكامدة ده انت بتوصف كده ايه? روتين بالنسبة لك او عادة. يبقى استخدم مضارع بسيط. يبقى اقول ايه? I call. sometimes we وبعد كده. مضارع بسيط اهو. بsometimes اللي احنا قلنا عليها هي اللي بتيجي في اول الجملة. وبالتالي هنا مضارع بسيط مع we يبقى استخدم الفعل في المصدر. يبقى we listen to music. بعد كده نشوف المحادثة والحوار اللي ما بين رانا وسما. رانا بتسأل السؤال بتقول لها do you play the piano? هل اطلق? I play it well. شاف انت ده زرف يا اولاد. والسؤال عن الظروف بيكون بكلمة how. عشان اقول لها كيف تعزفي على البيانو? in the evening في المساء I read on the sofa and. وجاب هنا تي بي. إبقى ده مضارع بسيط برضو. ليه? لان بيتكلم معناه عادة في المساء. انا بعمل ايه? بقرة. اه اه في او على الكنبة. وبشاهد التلفزيون يبقى اقول ايه? الطلاب برضو ده بالنسبة لهم عادة. خلاص? ان هما لا يذهبوا الى المدرسة ابدا في ايام الجمعة. يبقى استخدم مين? السؤال اللي معنا بعد كده سؤال تصحيل خطأ وهنا بقول لي امر وبعد كده هنا never is late for school. لسه قالين من شواء نظار في التكرار بيجي بعد ام واز وار. يبقى خليها is never. يعني ما بيتأخرش ابدا على المدرسة. do you بعد كده هنا لايكس. لأ ده معدود بستخدم مصدر الفعل. يبقى قول ايه? do you like فوتبول? هل تحب كرة القدم? بعد كده انا بقول لي يعني هي بتسترقز ايه مبكرا? وايه? بريكفاست. خدت بالك هنا ان الشي ده بيجي معها الفعل في اس. يبقى ما استخدمش هاب. انا استخدم التانية اللي هي مين? هاز اللي بتيجي مع هيو شو ات. and هاز بريكفاست. انا دايما وجاب هنا درينك. يبقى دايما يبقى المدارع بسيط مع اي يبقى مصدر. اي يو ذي وي والاسم الجامع بياخدوا الفعل في المصدر وهيو شو ات بياخدوا الاس. يبقى بشرب ايه? ملك على الفطار. هل نوها وبعد كده هنا لأ المفروض ده خلقها ايه? ليه عشان بيجي مع المصدر? يبقى هل نوها ذهبت للمنزل? تعال كده نشوف هنسأل بكلمة استفهام اغير وين? تذهب للبحار. قال لي مرة في الاسبوع. يبقى هنا بسأل عن عدد مرات باستخدام حاجة اسمها هنحلي بقى دلوقتي السؤال اللي موجود معنا في صفحة عشرين وهنا نقرأ ضروري جدا الجملة اللي فوق دي بقوله هنا رامي يعني بيشارك كده النظام اليوم بتاعه مع راجب. فهنا رامي بدأ كده وبقول الراجب كيف حالك? فراجب قال له ايه? انا عند مشكلة كده في نظام اليوم بتاعك. هل ممكن ان انت تتشارك بتاعك معي? وتقول لي انت بتعمل ايه يعني في روتين بتاعك? فالتاني طبعا ده طلب. لما حد يطلب منك طلب انت بترد عليه دايما بالرد اللي هو yes of course. وتحفظها كويس. دايما لما تلاقي can you? يبقى ترد عليه بنفس رد ده اولاد. طيب بعد كده بولي هنا when do you get up? متى تستايكز? انت هتقول له ايه? هتقول له I get up وتقول له at وتدي له الساعة. يبقى I get up at وبعد كده الساعة مسلا وليكن سكس تيردي. اي ام. يا اما تقول اي ام يا اما تقول in the morning. لكن لازم انت توضحني انا بصحى ستة ومص امتى? مساء ولا صباحا? طيب بعد كده هنا بقول لي I have my breakfast at seven اي ام. بس يعني بتناول الفطار بتاعي الساعة سبعة ايه? صباحا. يبقى كده عاوز اقول له ماتا? تتناول الفطارة. يبقى هسأل هنا بايه? باي? what time? او بون? يا كده يا كده. فخلنا مسلا نسأل بون? فقول له ايه? ون? هسأل هنا بقى ولد ايه? بدو. مش بداز عشان انا هحول ال I الى you. يبقى when do you واستخدم الفعل? when do you have? شايفين انت ما ديت? ايوة احولها الى your. وبعد كده كلمة الفطارة. يبقى your. الاجابة بقى تحديدا اللي هي at seven اي ام. فاوعد هنا ستبطها في السؤال. بعد كده السؤال هنا اجابته بتقول I got school at eight اي ام. بازهب لمدة الساعة تمانية صباح. يبقى متى تذهب الى المدرسة? يبقى قول ايه? when برضو? او what time? يا كده يا كده. when do you go school? متى تذهب الى المدرسة? اخر حاجة هيقول له ايه بقى? هيقول له حاجة هنا وبعد كده يقول له it will help me a lot. يعني الكلام ده هساعدني كتير. يبقى اكيد هنا شكره. وهيقول له ايه? thanks or thank you. شكرا لك. هنحل دلوقتي الاسئلة الخاصة ببيج 22 22. ودي الاسئلة العامة على الدرس الاول وي التاني. السؤال اللي معنا دلوقتي اللي هو هنحل من اول السؤال التاني لان السؤال اللي بقى ده استماع. فالسؤال اللي معنا التاني ده سؤال الدلوق هنا بقول لي اولا بيتكلمهم الاتنين كده على الروتين اليوم بتاع ندا. ببتقول له هاي ندا. when do you get up? متى? عادة تستركزي. يبقى انا حول يو ايه? علي. يبقى ندا تحول يو عليها كده تقول ايه? وبعد كده تستخدمي. يبقى انا عادة اي. يبقى انا وبعدين يا اولاد الايه? الوقت. ساعة. وليكن قنا مسلا ممكن استخدم ايه? اه 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 سيكس ثيرتي اي ام او قنا in the morning. بعد كده بتسألها سؤال بتقول لها يعني امي بتصنع الايه? الفطار لنا. يبقى اعاوز تقول من يصنع الفطار لكم? من اللي بيعملكم الفطار? فدي هنقول ازاي? بص ان اقول ازاي? نقول هو. المنزل ده كده. هو ويه طبعا لما بنجي نسأل بها يا ولاد بشيل العقد. شايف انت ده? لو ما يمام لان احنا بنسأل بها العقد. فاشيل دي كده وحط هو مكانها. يبقى اكمل بقى اول هو. ميكس. ذا. اللي ما نقولهاش بريك فاست. اوكي? هي وبعد كده شاف انت اللي هي اص هتحولها الى يعني من يصنع لكم الفطار. قالت الام هي اللي بتصنع لنا الفطار. سألت سؤال بعد كده قالت بروح المدرسة على رجلي. يبقى بتصنع هنا على الوسيلة. يبقى بعد كده بتقوله هنا. what is your favorite subject ما مدتك الايه المفضلة? ممكن ترد بتقول I like وبعدين اسم المادة ياما تحول your على نفسك كده وتقول لي my favorite subject is واسم المادة. my favorite subject is is وبعدين اسم المادة زي مادتنا مثلا اللي هو English. what do you do after school? ماذا تفعلين بعد المدرسة? يبقى ممكن اقول لك دوت I do my homework. بعمل ودي. سؤال اللي معنا بعد كده سؤال choose we number one هنا بولي there is no لا يوجد ايه? we there is no معنى زي بالضبط كده there isn't. اللي اتنين معنى هم لا يوجد. at work في العمل. every day is different. كل يوم مختلف. وبالتالي لا يوجد نظام يومي او روتين في الشغل. ليه? لان الروتين ده كل يوم شبه تاني. لكن انا بقول لك كل يوم مختلف. I prefer to يعني بفضل to Iba my friends. I don't phone them. انا لا اه اتصل بهم تلفونيا. phone يعني اتصل بالتلفون. وبالتالي انا ايبقى بفضل ان انا ارسلهم ويرسل يعني text. فعل مهم جدا. حسن forgot his food. نسي الطعام بتاعه. but we can. ولكن نحن نستطيع our food with them. معا. يبقى بالتالي نقدر نشارك. ويشارك يعني ايه? يعني share. وقلت share. بيجي بعدها اسم الحاجة لبين شاركها وبين اتقاسمها وبعدين with. my favorite are mass and english. اللي هو راضيات وكمان مادة الانجليزي دي اتحبارها عن مواد ومواد مدرسية او دراسية يعني subjects. many people. ناس كتير. eating homemade food. يعني الطعام المصنع في المنزل. يبقى الناس كتير text يرسل ولا ميك يصنع ولا share? لا هي prepare. يعني الناس كتير بتفضل اكل الطعام المصنع في المنزل. نجي دلوقتي للأسئلة الاخيرة اللي معانا في page 23 23 و 20. we number 6 هنا بيقول I went to the A. انا ذهبت الى A to buy fresh bread عشان اشتري الخبز اللي هو الطازج. يبقى ذهبت للطابونة والبخبز يعني baker's او bakery. my favorite A is reading adventure stories. ان انا اقرأ القصص المغامرات يبقى اقرأ القصص المغامرات دي بالنسبة لي hobby هوية. the weather التقسم قاله sunny in some places. يعني مشمس في بعض الايه العماكن. تعال كده وركز معاك كده ونشوف احنا هنختار ايه. طبعا هنا اتبص على صني فصني ديت ايه? صفة. مش كده? يبقى هنا عاوز يحط احنا قولنا زرف التكرار بيجي بعد ام واز وار. يبقى تقول هنا بعد ام واز وار يبقى يا اما از انت نيفر يا اما از ايه از نيفر. يا دي يا دي. لكن دي غلط. لان احنا قلنا زرف التكرار بيجي بعد ايه? بعد ام واز وار. ركز زي ما عافل اللي هقولها دي. ما فيش حاجة اسمها ليه? لان انت كده نافي مرتين. لان هي بتنفق جملة. فما انفعش انفق جملة مرتين بي الشكل ده. وانفها كمان بنيفر. يبقى بالتالي اقول ايه? از نيفر. فهمت كده ليه دي ما تنفعشي? تمام. هنا بقول لي بعد كده قال لي مرة في الاسبوع وبالتالي هاسأل او قلت ممكن انت اتعادي واقولها كان مرة تزور فيها اجدادك. بعد كده هنا بقول لي وبعد كده للمحلات. وخدت بالك هنا يسر دي وعندك كمان دي دهوت عشان كده لكن هنا مع ديت بنستخدم مصدر الفهم. يعني اقول لك ايه? هل علي آآ زهب لمحلات بالامس? السؤال اللي معنا بعد كده سؤال اللي وقت نصحي الخطأ هنا بقول الفلاحين كثير من البرتقان على امتداد النهر. ده بطبعا حقيقة وفي الحقيقة والمدارع البسيط ده بنستخدم الفعل في المصدر او الفعل مضاف له اس. واستخدم المصدر هنا عشان زينا اسم جمع. ايه وبعد كده دو سامح. وي. وي ده يعني يزم بالمناسبة والجي والجي والاتش سايلنت وانطق وي. وي. طيب هنا ده فعل في المصدر ومع سامح الاسم مفرد ده استخدم دز. يعني كان بقول كده كم وزن ايه سامح. بعد كده هنا بقول وجاب هنا وجاب هنا از وقلنا ان ظروف التكرار بتيجي بعد ام وازوار يبقى المفروض ان انا اقولها از يعني الجو بيكون عادة حرر في الصيف. بعد كده انا بقول لي لايك. لايك ده ايه? ده مصدر. والمصدر يبقى اسأل بدو او بدز. ومي ديت مفرد يبقى اسأل بدز. وقل دز مي. هل بتحب اطعام الدجاج؟ هنفوت دلوقتي سؤال وحلوه لك كمان دقيقتين بالضبط. وتعالى كده بس نشوف الاربع سئلة دول ونرجع له تاني. فاول سؤال ده وتركز فيك كويس جدا. عشان اسألة ده ولاد فيها تريد ايه? تبكير شوية. وبعد كده هنا بدر جدا. لو تجي تبص على الكلمات الليها زي عشان اجيبها مع كلمة لازم نجيب بعدهم حرف جر. لازم نقولها لكن الفعال اللي ينفع يجي من غير من غير حرف جر هو عشان اقول والدي بيبدأ عمل بدر جدا. يعني ما المواد الدراسية خطب لك هنا دي صفة. اه والصفة المصدر اللي بيجي معها في ام او از او ار في المدارة. يعني ما بتالها استخدم ايه? استخدم ار. لكن التلاتة دول او الاتنين دول بيجي معهم المصدر والدي بيجي معها الفعالة في التصريف التالي. وده وضحتولك في الشرح. وبعد كده هنا جايب دو يو ساد. برضو ساد دي ايه? صفة. والصفة بيجي معها فيربي تو بي. يبقى. لما انت حزين? يعني كل شخص في الصورة ماله بقى بي هابي. برضو دي صفة. والصفة يجي معها فيربي تو بي. ولكن شاف انت اه تعامل معاملة المفرد. كل ديت حاجات يولاد تعامل معاملة المفرد يبقى اجيب هنا ايه? از. از هابي. الباراغراف بقى اللي معنا هنا بيتكلم على موضوع مهم جدا جدا. بيقول هنا ماذا تفعل عادة في الاجازات. وده يجي في المتحان المرفية السنة اللي فاتت هون. تعال كده الله نشوف الباراغراف اللي معنا ووضح لك معنى الجمل اللي فيه. بركز بقى معانا كده عشان لو انت عاوز تنقله. هنا بيقول لي what اتحول علي. بقول what I usually do on holidays. holidays are a good chance for me and my family to relax. يعني الاجازات. هي فرصة. chance يعني فرصة. فرصة جيدة ليا. والعيتي للاسترخاء. we enjoy. دي لازم انتبقى فيه مقدمة. لازم انتبقى فيه مقدمة في البراغراف على فكرة. وخاتمة. we enjoy our time so much. بنستمتقى الغداء. I spend most of my time swimming and playing football. بقضي معظم وقتي في السباحة. او في لعب قرية القدم. بعد كده انا بقولي at at night بالليل بقى. we like sitting on a cafe with a good view of the sea. يعني بنحب بنقعد ايه? نقعد في الكافاتيريا. واللي هي مطلة على منظر ايه? جميل البحر. the whole family. يعني كل العيلة. have lunch together every day. كل العيلة يا اولاد بتتناول الغداء. تمام? مع بعض كل يوم. وبعد كده بقول my father having fish. والدي بيفضل تناول السمك. but I like having meat instead. لكن انا بحب تناول اللحمة. بدلا من بدلا من ذلك او بدلا من السمك يعني. ده الباراغرافة هوت. وبأكد عليه عشان ده مهم جدا بيجي في المنحانات. وبكده بكون حالية معاك اسئلة الدرس الاول والثاني من يونت وان من كتاب جيم نسخة عام الفين واربعة عشرين. يا واستفدت من الفيديو النهاردة تدوس لايك ضروري جدا وتعلى بتعليق كدعم لي آآ منك لي القناة. وكمان اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس ده يا بطل لو اول مرة تشاهدنا. وعمل لنا شير كده على الجروبات والصالحات التعليمية على الفيسبوك عشان تساعدنا في اصال قناتنا لمزيد من الطلاب. هشوفكم ده على الفير والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.